بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين محاضرتنا لهذا اليوم عن رواية الأكابر عن الأصاغر ونبدأ بالتعريح فالأكابر جمع أكبر والأصاغر جمع أصغر والمعنى رواية الكبار عن الصغر أما اصطلاحا فالمقصود بها رواية الشخص عن من هو دونه في السن والطبقة أو في العلم والحفظ المقصود بهذا التعريف أن يروي الراوي عن شخص هو أصغر منه سنا وأدنى طبقة الدنوب في الطبقة يقصد به كرواية الصحابة عن التابعين أو نحو ذلك أو يروي الراوي عن من هو أقل منه علما كرواية عالم حافظ عن شيخ ولو كان ذلك الشيخ كبيرا في السن مما يجب التنبه له أن الكبر في السن أو القدم في الطبقة وحده أي بدون المساواة في العلم عن من يروي عنه لا يكفي لأن يسمى رواية أكابر عن أصغر والأمثلة التالية توضح ذلك نتحدث عن أقسام رواية الأكابر عن أصغر والأمثلة عليها فيمكن تقسيم رواية الأكابر عن صغر إلى ثلاثة أقسام القسم الأول أن يكون الراوي أكبر سنا وأقدم طبقة من المروي عنه أي مع العلم والحفظ القسم الثاني أن يكون الراوي أكبر قدرا لا سنا من المروي عنه فقط أكبر قدرا لا سنا من المروي عنه كحافظ عالم عن شيخ كبير غير حافظ مثل رواية مالك الإمام عن عبد الله أو عن عبد الله ابن دينار القسم الثالث أن يكون الراوي أكبر سنا وقدرا من المروي عنه أي أكبر في السن وأعلم منه مثل رواية البرقاني عن الخطيب من الأمثلة على رواية الأكابر عن الأصغر رواية الصحابة عن التابعين كرواية العبادلة وغيرهم عن كعب الأحبار وأيضا رواية التابعي عن تابعيه كرواية يحيى بن سعيد الأنصاري عن مالك فوائد معرفة رواية الأكابر عن الأصاغر أولا ألا يتوهم أن المروي عنه أفضل وأكبر من الراوي لكونه الأغلب الفائدة الثانية ألا يظن أن في السند انقلابا لأن العادة جرت برواية الأصاغر عن الأكابر من أشهر المصنفات في هذا الفن كتاب ما رواه الكبار عن الصغار والآباء عن الأبناء للحافظ أبي يعقوب إسحاق بن إبراهيم الوراق المتوفى سنت 403 للهجرة هذا والله تعالى أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم